اشتركوا في القناة اذا كان في اخر ايامه بعثا الى السيدة خديجة بنتي خويلة بعمار ابن ياسر وقال قل لها يا خديجة لا تظني ان انقطاعي عنك هجرة ولا قلاء ولكن ربي امرني بذلك لينفد امره فلا تظني يا خديجة الا خيرا فان الله عز وجل ليباهي بك كراكرا ما ملائكته كل يوم مرارا فاذا جنك الليل فرد الباب وخدي مضجعك من فراشك فاني في منزل السيدة فاطمة بنت اسد فجعلت السيدة خديجة عليها السلام تحزن كل يوما مرارا لفقد النبي محمد انصى الله عليه وآله وسلم فلما كان في كمال الاربعين هبط الامين جبرائيل على النبي محمد انصى قال الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام وهو يأمرك أن تتهب أن تتأهب لتحييته وتعفته فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله يا جبرائيل وما تحفته رب العالمين وما تحيته فقال الامين جبرائيل لا علم لي فبينما النبي محمد انصى صلى الله عليه وآله وسلم كذلك اذهب طامي كائيل ومعه طبق مغطا بمنديل سندس أو استبرق فوضعه بين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأقبل الأمين جبرائيل عليه السلام وقال يا محمد أن الله يأمرك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعام قال أمير المؤمنين عليه السلام كان النبي محمد انصى أهل الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يفطر أمرني أن أفتح الباب لمن يريد الإفطار فلما كان في تلك الليلة أقعدني النبي محمد انصى وآله وسلم أقعدني النبي صلى الله عليه وآله على باب المنزل وقال يا ابن أبي طالب إنه طعام محرم إلا عليه قال أمير المؤمنين عليه السلام فجلست على الباب وخل النبي محمد وآله وسلم خل النبي محمد بالطعام وكشف الطبق فإذا هو عذق من رطاب وعنقود من عناب فأكلا فأكل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منه شمعا وشرما من الماء ريا ومدى يده للغسل فأفاض الماء عليه جبرئيل وغسلا يده ميكائيل وتمند له إسرافيل وارتفع أفاض الأيباق الطعام مع الإناء إلى السماء ثم قام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي فأقبل عليه الأمين جبرئيل وقال الصلاة محرمة عليك في وقتك هذا حتى تأتي إلى منزل السيدة خديجة فيكون بينك وبينها ما يكون بين الرجل وزوجته فإن الله عز وجل آلا أي حلف على نفسه أن يخلق من صلبك هذه الليلة ذرية طيبة فوثب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزل السيدة خديجة قالت السيدة خديجة وكنت ألفت الوحدة فكان إذا جنني الليل غطيت رأسي وأسفجت أي أرسلت ستري وغلقت بابي وصليت وردي وأطفأت مصباحي وآويت إلى فراشي فلما كانت تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا من ولا بالمنتبهة إذ جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقرع الباب فناديت من هذا الذي يقرع الباب لا يقرعها إلا محمد صلى الله عليه وآله فناداني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فناداني النبي محمد بعذوبتي كلامه وحلاوة منطقه افتحي يا خديجة فإني محمد وفتحت الباب ودخل النبي محمد وآله وسلم المنزل وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله إذا دخل المنزل دعا بإناء فتطهر للصلاة ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيه ماء ثم يأوي إلى فراشيه فلما كانت تلك الليلة لم يدعوا بالإناء ولم يتأهب للصلاة بل كانت بيني وبينه ما يكون بين المرأة وبعلها فوالذي سمك السماء وأنبع الماء ما تباعد عن النبي محمد حتى أحسست بثقل فاطمة أفضل الصلاة محمد وعلي صلوار علي فاطمة الزهراء الحسن والحسين أئمة المعصومين اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد قال الراوي فلما حملت السيدة خديجة بالسيدة فاطمة عليها السلام لم ترى وجعا ولا ألما بل تجد سعة وراحة وكانت السيدة فاطمة الزهراء تحدثها في بطنها أروي عن المفضل ابن عمر قال قلت لابي عبد الله الصادق عليه السلام كيف كانت ولادة السيدة فاطمة الزهراء فقال نعم إنها خديجة لما تزوج بها النبي محمد صلى الله عليه وآله هجرتها نساء مكة وكنا لا يدخلنا عليها ولا يسلمنا عليها ولا يتركنا إمرأة تدخلوا إليها فاستوحشت السيدة خديجة لذلك فلما حملت بالسيدة فاطمة كانت تحدثها في بطنها وتصبرها وكانت تكتم ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تكتم عن ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله محمد وآله صلوات صلى على محمد علي صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء صلوات ربي عليه الحسن والحسين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان إله عجل صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان متباركين جميعا بهذه الليلة المباركة أعادها الله علينا وعليكم بالخير والصلاح والنز والفرج إن شاء الله لجميع المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما